نشغل على نفسنا في ثلاث دوائر كمان بالمنازل احنا مسكين في الدائرة الاولى وان شاء الله الدائرة التانية والثالثة يجيلهم وقتهم عندنا دائرة العقيدة ودائرة الشريعة ودائرة الاخلاق نعم الثلاث دوائر دول هما ينتظمهم الدائرة الكبيرة اللي هو الدين الاسلامي الدين الاسلامي عقيدة وشريعة واخلاق شريعة داخل فيها فقه في السياق ده العقيدة الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها الشريعة افعل ولا تفعل والاخلاق ما يتعلق بالتخلية والتحليل تتخلى عن الرزيل وتتحلى بالفضيل تتخلى عن الاخلاق الزميمة وتتحلى بالاخلاق الطيبة العالية التلاث دوائر متدخلة وكل واحدة منهم لها علاقة بالاخرى اللي بيخليني اكون ملتزم في جانب الشريعة هو ان انا مؤمن ان فيه اله وان انا مصدق ان فيه رسول بلغني عن هذا الاله وان فيه يوم اخر سأحسب عليه ان قصرت وسأجاز بالخير ان احسنت واللي بيخليني اتخلق بالاخلاق الطيبة هو ايضا ايماني بهذه الاشياء فاذا الموضوع فيه تأثير وفيه تداخل ومفيش حاجة اسمها دي دايرة منفصل عندي انما هو ثلاث دوائر متدخلة واساسهم العقيدة العقيدة